بعد أن حصلت على حصتها من خيرات الأراضي السورية تتوجه روسيا للتنقيب في السواحل السورية بحثا عن ثروات بحجة البحث عن الآثار إذ تعتزم موسكو إفادة مجموعة من علماء الآثار الروس إلى السواحل السورية لدراسة المدن القديمة القابعة في قاع البحر الأبيض المتوسط بدعم من وزارة الدفاع ومعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية ويرى أثريون أن الإعلان الروسي في التنقيب عن الآثار غير واقعي وذلك لصعوبة التنقيب الأثري في البحار إضافة إلى التكلفة العالية لهذه العملية فضلا عن تأكيدهم أن العثور على كنوز أثرية في هذه المنطقة من البحر المتوسط شبه مستحيل إذ لم تشهد السواحل السورية عبر العصور أي معارك كبيرة ولا حتى كوارث ما يقلل من فرص العثور على آثار تحت المياه وإن لم تعلن موسكو عن الغرض الحقيقي من إعلان إرسال فرق الاستكشاف إلى سواحل سوريا إلا أن العديد من المراقبين أرجعوا ذلك للوقوف على حقيقة وجود النفط والغاز في السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بعد أن روج نظام أسد كثيرا لوجود مخزون هائل من الغاز في السواحل السورية